أنا هنا عايزة أسألك سؤال مهم جدا فنانا ميمي جمال أنت يعني عصرتي أجيال كتير مختلفة وانت وقفة في كامل العدد في دراما عشرين أربعة وعشرين مخرج جديد كاميرات مختلفة حاجة حديثة أكتر معاكي مجموعة من الشباب من أجيال مختلفة هل حسيتي بالاختلاف أنا شايفكي مندمجة جدا يعني كأنك أنت هي ميمي جمال التي أتت من كل الأزمنة بتمثل مرتاحة يعني ولا بيبقى فيه شوية شدة لحد لما تدخلي في المود لما بتبقي بذكرة كويس الشخصية ومتشبعة بيها كويس قوي تخش من أول مرة عارفة أنت عايزة تعملي إيه ما حستيش بغربة الزمن لأني ساعات تسمعي يقولك إيه بس إحنا بقينا مش شبه الزمن يعني ما حستي أنا يا حسنك مرتاحة جدا بصي أنا عمري موقفت قلت أصلا اللي عملته وعملته وعملته دايما بتجددش أنا بتأقلم مع اللي موجود معي أنا بحب الشباب الجداد بحبهم وبحيث أن أنا بشتغل معهم زي ما كون أنا أمهم بجد أنا بمثل الحاجة اللي أنا بحسها يعني أنا أمهم حقيقي أنا جدتهم أنا جدة العيال الصغيرين دول أنا دخلة بروح أنا عارفة فوزية دي هتتعمل إزاي فمن أول ما دخلت وبعدين أنا ما بدأتش دلوقتي لسه بتا أنا بدي أبقى لي سنة ونص سنتين أيوة أيوة عملت قبل كده شوية حاجات يعني لا أنا عارفة أن أنت عملت بس أقصد إنه خلاص ما بقاش يعني عندك أنا حاسة وكأنك يعني مرتاحة جدا يعني أنا واخدة على الجو اللي دي بقولك المخرج اللي أستاذ خالد الحلفاوي مخرج ممتاز بحسسك إنه كانتش والعيال وكده إحنا عادين في بيتنا ولا هي خبرة الممثل يفضل الممثل اللي عنده خبرة يتحط في أي زمن يتحط مع أي ناس يفضل بنفس البريق بتاعه بيفضل جواه هو عارف بيعمل إيه حتى لو الجنب بيقول ده بيقوله ده بيقوله هو بيقول اللي هو حسه اللي هو مركبه في دماغه يقوله يقوله كويس يبقى راضي عنه بس ده هو ده التمثيل هل حصل مثلا حد سألك المشهد ده رأيك فيه إيه أنا كنت فيه كذا هل مفروض أعمل كذا يعني وجودك أنت برضو خبرة حلو آه لو في حاجة ممكن أقولها بقولها بتقولي يعني بقولها بس يعني بأدب شديد عشان ما حدش تدايق يعني أقولها مثلا أنت حتة الإحساس سنة كان أقل سنة آه ممكن يعني الحجات البسيطة دي آه لكن أكتر من كده ما حبش أدايق حد